السلام عليكم مرحبا بكم في قناة شيوات هجر نتمنى ان تكونوا على خير و بخير ان شاء الله الوصفة اليوم سوف نحضر معكم سابلي بالنقهة للقهوة و الشوكولاتة نتمنى ان الاعجاب لكم صراحة في المنظر يجي راقي وحتى في الماضاق يجيه شيش و يضب في الفم و في نفس الوقت اقتصادي نتمنى ان الاعجاب لكم و تجربوه و تجربوه و تجربوه و تجربوه نحتاجه القكبار الكاكا و مور القكبار الكاكا والعادي قكبار الناشا كاز العنبه ملعقة كبيرة ملعقة كبيرة ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة حلوة و 125 جرام زبدة لخصيصة الباتيسري نضيف المارغارين نضيف صفار بيض نضيف صفار بيض نضيف المكونات نضيف السكر نضيف المكونات نضيف السكان نضيف الفاني نضيف المكونات نضيف نضيف العناصر نضيف الكاكاو المر نضيف نضيف الخطير نضيف بعض النشاة اضع النشا كتفتيل الصابلة و يضب في الفم نخلط العناصر حتى نحس بذلك الزبتة نساج متلية مع الكاكاو والنشا والبيض اضع النشا كاز العنبه ديال الدقيق اضع النشا كاز العنبه ديال الدقيق اضع ملعقة كبيرة غادي نخلط مزيان حتى كتنساج مني العناصر الى شفت بان الدقيق تشرب وراها لبات العجين معي اراه مزيان غادي نكتافي بهد الكاس هذا وقبل ما نخلط هد الكاس ديال الدقيق غادي نزيد معلقة صغيرة ديال الخميرات الحلوة لا اكتر معلقة صغيرة هنا غادي نحاول ما نعجنش ما غاديش ندلكها غير كنجمعها مع الاصابع ديالي كيف ما كتشوفوني كندير باش الصابلي ما كي يقصحش وكيبقى متماسك معكم وكيجي مزيان هذا هو السر من اسرار الصابلي مخصناش ندلكوه غير نجمعوه وكنكتافي وانا هنا غادي نحاديها جاتني بقش شوية لبات شوية ارطبة بزاف غادي نزيد داك المعلقة الى كان عندكم كيجلت لكم الدقيق كيتشرب مزيان او 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 اذا ما شرب لكم داك ساعة ما تزيدوش داك المعلقة المعلقة ديال الدقيق دي ما خليوها هي التالية كيف ما كتشوفو حصلت على حاجين متماسك وليين غادي نحتاف غادي نكورو بيدية كيف ما غا تشوفو معايا دابا غير بشوية باش ما يبقاش هكا كما وغادي نوجت الميكا اللي غادي ندير بها لانا ما غاديش نطلقوه بالدقيق حيت صابلي لا طلقناه بالدقيق كيزيت يقصح وما كيجيش زوين كيف ما غا تشوفو معايا هذه الطريقة اللي عندي كنديرها بالصابلي كندير الميكا التحت وكندير العاجين وكنزيد ميكا من الفوق انا غير هادي ميكا ديال الحم قطعتهم وصفي وغادي نبدأ دابا نطلق بيدلك وهذا هو الطابع انتو ما تقدروا تديرو اي طابع انا اختارت هذا الدائري العادي اختارت هذا اللي كيكون كبير على الصغير كتلقى وضاك الدورة كتكون كبيرة ومن تجيو طبعو من الاحسن طبعو بحلي كندير انا في الصورة بتحركوش الطابع حيت ميكا تحركو الطابع في هاكا تجي وحدة صغيرة وحدة كبيرة وحدة غليدة وحدة رقيقة كيف تحطو الطابع بركو عليه بيد ديكم وتكون العاجين ديما ما تكون شرقيقة ما تكون شغليدة بزف ما تكون شرقيقة بزف تكون عادية كيف ما غتشوفوا معي غدي في الفيديو غنوريكم السمك ديالها كيفاش تقدروا تحصلوا عليه هنا كنت شعلت الفران على دراجة الحرارة 180 درجة على حسب كل واحد النوع ديال الفران ديالو إذا كان عندكم النوع ديال الفران اللي مجهد ديرو 160 درجة هدا هو السمك اللي خصنا نحصل عليه ما يكون شغليدة بزف ما يكون شرقيق حتي جاعدنا الخمارة فيه ومن غدي ندخله الفران غدي زيدي تنفخو حات شوية على هاتش باش خصنا يكون عندنا السمك ديالو هو هادك ما غليتش وما رقيقش هادوك العاجين اللي كيتبقى لي كيف ما كتشوفوا راني ما غديش ندلكهم بيد ديه غدي نجبحهم غير بالميكا اهاكا على هالطريق هادي غير بالشوية وغادي نعاود لخدمة ديالو حتى كنسلي العجين ديالي وما كدعلي حتى شعجينة وكيتجيني اللبات كلها في مدق واحد ما كيش واحد قاصح وواحد رطب وغندير هاد العملية كيف درت في الاول غادي ندير ساشي مرفوق وغادي ندلك العاجين وغادي نطبع لصابلي ديالي سافيدة بغادي نهزهم كيف ما كتشوفوا راه العاجين ما كيتكسرش كيف ما كتلاحظوا معاي ما كيتكسر في الجنب غير هو من تبغو تهزوه هزوه غير بشوية حيث هاد العاجين ما عدنش فيه بياد البيض شوفوا السمك اللي باغين حنا نحصلوا عليه هو هادا وغادي نبقوا على هاد طريقة هادي كيف ما وريتكم وغادي نحتى نسالوا ان شاء الله العاجين ديالنا وغادي ندخلوه للفران كي قلت لكم مية وتمانين درجة عشرة ديال دقايق وغادي ندخلوه على مية وستين درجة لكان عندكم الفران مجهد بساف ديروه على مية وستين درجة تقريبا 15 دقيقة وريكن راقبوه وغادي نكمل هادا الطريقة كيف ما قلت لكم وغادي ندوزو دابا ان شاء الله بعد ما يطيب لي يلي يصاب لي غادي ندوزو الكريمة ديال الزبدة تقدرو تعوضوها باللابات ديال الشوكولة ديال الشوكولة تختيني انا هنا يدرت كريمة ديال الزبدة ديرت مية تين قرام ديال الزبدة وربعمية قرام ديال السكر بلاسي وغادي ننكها بالقهوات سريعة دوابان درت معلقة كبيرة ديال قهوات سريعة دوابان جوج معلقة كبار ديال الحاليب دوبتهم وبالبعد غادي نزيدهم على هاد السبدة بشوية بشوية انا راني درت هنا يا الكريمة بزاة حيث انا ما زال محتاجها غا نديرها في دلاجة انتوما ما ديروش هاد المقادر اللي انا درت ديرو النص ديالو انا درت ميتين قرام ديال زبدة ودرت ربعمية قرام ديال السكر كلاسي ديرو غير ميتين قرام ديال سكر كلاسي والقهوة على حسب الطوقة ديالكم دوما غير هو الحليب من تديروه مع القهوة بقاوزيتو غير بشوية بشوية حتى كتنساجم داك لالقهوة داك لالكريمة وكتت تولي ارتباع معاكم كيف ما دي تشوفوا معايا الى ما كتعجبكمش الكريمة الزبدة كي قلت للكم تقدروا تعودوها بالنويتايلة او لاباتا تختيني او تدهنوها بالشوكولة العادية انتم والاختيار ديالكم كيبقى على حسب كل واحد والطوقة ديالو هنا غادي نزيد واحد شوية حيث اجتني ما زال اخصاد زيتش شوية وغادي نلسق بها ان شاء الله اللي صابلي ديالي بعد ما خرجتهم الفران وما نديرش بزاف ندير غير ش شوية حيث اللي درت بزاف ما غاديش يجوني في المعدة قزوينين ديما ديرو غير ش شوية دهنوهم كيف ما غا تشوفوا معايا دهنوهم غير ش شوية ماشي بزاف عندما كيف ما كاتشوفوا دي صابلي تيالي اطابو وحاولوا متحمروهمش هما دي صابلي خصدي ما بقوا صفرين وهذا دليا كاكا وما غاديش نعرفو نزيط طايبين ولا لا��고 بتقاسوهم من جناب وأحسو بيهم بأنهم راهم نجفوا سوف تشعلوا عليهم من فوق وكتخليهم ينشفو تهما من فوق وبركة عليهم لان الى صبلي الطب بزاف كيجي مقربين ومكيجيش فرمادا قزوين سفي هنا خدي ندهن هادلي صبلي ديالي كيف موريتكم وغادي ننسي تغير بشوية حيث لبط عندي القطو ديالي راهفتي بزافي اللي بركت علي تغيية غادي تهرس ونحاول نخرج في الجنب باش كيجو الجنوان تهما فيهم الكريمة وغادي ننسي هادلي صبلي ديالي باش ندوز ان شاء الله طريقة اللي غادي ندير بها الشوكولة من فوق الضرب هيا ما ستبقى بعد ما ساليت غادي نحاول ننسي هادلي اللي صبلي كاملين هانا كلهم لصقتهم ودبا غادي ندوز باش داك الشوكولة اللي درت من الفوق عندي اسمحوا لي تتحديف لي الفيديو عندي الشوكولات العادي الشوكولات بالحليب العادي اللي خصيصا بالحلويات دوبتو في حمام مريم وعندي الكوفيرت mint اي هاداك الباسطة اللي كاتبع اللي كتكون فيها الشوكولات او الباني طحنتها انا اخترت ديال الشوكولة وطحنتها فتحانا حتى طحنتها رقيقة صافي وقد نديكوري بها في الجنب بغيتو ما ديروش هاداك الكوفيرت ما ديروش تخليه غيره الشوكولات العادية راني في الديور راني خليته لحدجوش حبات راني ما درتش فيهم نستطيع الاختيار قبل ذاك الجناب ندير فيهم ذاك البسطة اللي طحنتها رقيقة هو لك اللي حال سخون الاحسن قبل ما تخدموا بيها ديروها في تلاجة عاد طحنوها راكم عارفين في هاداك الشوكولة من الداخل بكات طحنوها غادي تعجن معاكم ضروري خليوها في تلاجة وعاد طحنوها باش تبقى مفرفشة سوفي غادي نحاول ندير هالطريقة كيف ما كتشوفوا معايا دابا وغادي نشد شوية ديال الشوكولة اللي بقالية من هادا من هادا اللي درس فلقاتو شوكولة العادي شوكولة الحليب مشي الشوكولة السوداء المرة شوكولة العادية اللي كن ناكلوها هاديك زيت معاها واحد نقول واحد طريف كبير هكا ديال الشوكولة الاسود دوبتو معاها ودرتو في واحد الساشي باش زوقت بهم داك الخطوط الفقنين باش كيجي اللون ديال ديالو مغاير على اللون البني كيجي شوية اللون ديالو مغلوق كيف ما كتشوفوا في الصور هادا كل خطوط شوية مغلوقين عاطي اللون اللي كحولية على هات شيف يجدرت له الشوكولات المر خلطو مع الشوكولات البني وصدقوني كيجيو في الماداق فنين وفي نفس الوقت في الدكور كيجيو غزالين إلا درتو الطابع اللي صغر من هادا غدي خرج لي لكم كتر أنا أعطتكم هاد العبار هادا باش الواحد من يبغي يجرب ما كتكونش الكمية كتيرة كيعقز يجرب الحاجة او الواحد كيكون غير روج اشخاص او او ثلاثة فتدار وكيبغي يدرغي طبا يصل صغر ور للنهار ولا هادشي باش أنا ببرداجيت معاكم هادا الوصفة ما درتش معاكم بزبت المكوينة درتها شوية كيف ما كتشوفوا معايا دك الشوكولات اللي قلت لكم درتها في الصشي وسديت عليها قطعتها بالمقص صغير وحتش نيتيفة صغيرة قطعت خليت تقريبا بحل قطعت غير شي شوية غير باش تخرج لي تخرج لي دك الشوكولات رقيقة سافي وديكوريت بها كيف ما كتشوفوا كان دير خطوط عشوائية ماشي كان زعمة غير خطوط عشوائية من لي من ليصر وراها كتشي ديكور زوينة وكتشي غزالة وراقية في نفس الوقت سافي غنكمل هكا وضروري غدي ندخلهم للتلاجح يدب الحال سخون غدي ندخلهم للتلاجح حتى كي شدوا راسهم وكي هديك الشوكولات كتجمد عاد تكسعة غدي نهزهم وغدي نديرهم في كوية الطاس ونديرهم في الطاسة او في اي البلاس اللي غدي تحتفظوا بها وتحتفظوا بهم هدا هو الشكل النهائي بعد ما برتوا اراه اللي نديرهم تتغمق كيف ما كتشوفوا كانت من الناس صراحي ينالوا الاعجاب ديلكم وما تنسوش تباختجوا هاد الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديلكم ودعموني بلي لايك ومرحبا بكم في ماشين مع السلامة الفيديو اخر ترجمة نانسي قنقر ممتر